تعالوا بقى لأن مهم جدا زي ما احنا بنتكلم دايما الواحد مش يشوف نفسه بيتكلم ايه يعني احنا بنتكلم بنقول ايه على نفسنا ده خلصنا منه بقوا تكلمنا وحللنا وشوفنا الصحف المختلفة ومواقع المختلفة وهم كمان ان انت تروح تشوف المنافس بتاعك بيقول عنك ايه الصحف المختلفة الاسبانية انا وكريم مع فريل الاعداد برضو حبينا ان احنا نطلع حضراتكم ماذا يقال على النادي الاهلي في الصحف الاسبانية نزلنا بعض الصحف او المنشتات في صحف كبرى منها على سبيل المثال نبدأ بمركة الاسبانية هذه الصحيفة طبعا دي جريدة يعني من الابرز والاوسع انتشارا في الرياضة العالميا هليني اقول لحضراتكم في قسم الاخبار خاصة بريال مدريد يعني هو قاله كده قاله يا كريم نتفاخر بالنادي الاهلي العظيم واصفين ان ريال مدريد هيصل الرباط بلا راحة وفي انتظار 11 محارب مصري قادرين على ان يجعلوا مهمته لوصول لنهائي كاس العالم صعبة للغاية وتكلموا كمان عن النادي الاهلي قالك النادي الاهلي ملك افريقيا والمتوج بعشر القاب لدوري الابطال بعيدا وضعف منافسه التقليدي يعني بخمس القاب يعني بعيد وضعف كمان منافسه التقليدي بخمس القاب وان النادي الاهلي علامة بارزة في تاريخ بطولات كاس العالم للاندية وانه الاكتر عدد مشاركات كمباريات بعشرين لقاء في تمن مشاركات وهذا ليس بالغريب على النادي الاهلي ده تخيل بيقال في الصحف الاسبانية وتحديدا من جريدة زي ماركا يا كريم اللي هي الاوسع انتشارا فعلا من الجرائد الكبرى بس عايز اقولك بقى مش لوحدها لان الحقيقة كمان جريدة موندو دي بورتيفو قالت كمان احلى اوالة في نادي الاهلي يكفي نحن نعرف حضراتكم ان عنوانها كان منافس ريال مدريد الاهلي انجح الاندية في العالم كتبت صحيفة موندو دي بورتيفو ان الاهلي المصري فريق حصل على اكتر من 140 لقب في 116 سنة وهي علامة فارقة تجعل هذا النادي القاهري الاكتر نجاحا في تاريخ كرة القدم وكملت وقالت ما عليك الا ان ترى درع الدوري المصري اربع نجوم على قميص الاهلي تمثل اكتر من 40 بطولة محلية فازة بها وعشرة نجوم اخرى تقع في الجزء السفلي من الشعار تذكرنا بالاوقات التي قضاها مع لقب دوري ابطال افريقيا واكدت ان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي في القرن العشرين بحسب الكاف بعد حصوله على 24 لقب قاري طيب احنا عندنا كبان صحيفة اخيرة خلينا نروح لها وهي صحيفة سبورت الاسبانية ايضا نشرت تقرير كده كان عنوانه كالآتي من هو خصم ريال مدريد في كأس العالم للاندي انا هقرأ من مستل الخبر كم نقطة قالك حقق الاهل المصري الفوز على سياتل ساوندرز 1-0 يوم السبت من اجل ان يضرب موعدا مع ريال مدريد في نصف نائي كأس العالم للاندي وحلت العناية الالهية بدخول يعني افشى الى الملعب واللحل مكان حمد فتحي وبالفعل كان قادر على التسجيل قبل خمس دقايق من النهاية وتكلموا عن بعض الاخبار الاخرى وتحدثوا عن قيمة النادي الاهلي فانا سعيدة جدا او انا من الناس اللي سعيدة جدا ان انت برضو شوف لما بيتكتب عنك في صحف عالمية بيتكتب بيتقال ايه وده مش بيبقى مجاملة خلي بال حضراتكو الكلام ده ما بيتكتبش مجاملة هو لما بيجي يذكر مثلا النادي الاهلي هو بيتحدث عن تاريخ وبيتحدث عن وقاءة ويتحدث عن احداث حقيقية وبالارقام وانا سعيدة ان هو يتقال ان ريال مدريد بينتظروا برضو يعني مباراة صعبة للغاية فكرة ان ماركا الاسبانية تتحدث بازا الشأن برضو ذي حاجة اعتقدت كويسة جدا وهي اكيد مباراة صعبة على الصعيدين ما هيش سهلة ابدا يعني لو احنا اتكلمنا بمنظور برضو ريال مدريد يا كريم ما هيش المباراة السهلة يعني ما هم مش داخلين لعبوا فريق بسيط يعني برضو ما احترامنا الشديد والفروقات ولكن ده النادي الاهلي وهم عارفين قيمة النادي الاهلي كويس جدا العنوين اللي احنا اصلا ذكرناها وشوية التفاصيل اللي جات في التلت جرائد او الصحف الرياضية الاسبانية دي بتقول ان هم شايفيننا ازاي يعني هم شايفين فريق النادي الاهلي ازاي كل عنوان منهم على حدة الحياة يعني لو قعدنا كده تناولناه بالنقد والتحليل حاللاقين لأ بسم الله ما شاء الله الكيان النادي الاهلي اسم تقيل جدا حتى عند اتقل المنافسين كما هو الحال في حالة ريال مدريد ترجمة نانسي قنقر